مرحبا بكم إذن نبدأ بالمجال الأول مجال الأعداد والحساب إذن لدينا عملية الطرح وعملية الجمع في آن واحد إذن لدينا العدد 1547.13 ناقص 116.33 زائد 108.425 إذن عندما نجد العملية هكذا فيها عملية الطرح وكذلك عملية الجمع نبدأ بما هو بين الأقواس إذن بين الأقواس لدينا عملية الجمع إذن سنبدأ بعملية الجمع ثم سنطرح هذا المجموع من من العدد 1547.13 إذن في عملية الجمع نحرص دائما على وضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري بحيث نكتب هكذا 116 فاصلة ثم نكتب الجزء العشري ثلاثة وثلاثون زائد 108 إذن كما نلاحظ لوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات ثم فاصلة ثم نكتب الجزء العشري أيضا رقم الأعشار تحت رقم الأعشار ورقم المئات تحت رقم المئات أو لجزء المئات وجزء الآلاف تحت جزء الآلاف إذن هنا ممكن أن نضيف صفرا هنا لجزء الآلاف إذن وننجز العملية سنحصل على هذا المجموع كذلك عند إنجاز العملية في الجمع نضع الفاصلة تحت الفاصلة مباشرة هكذا والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري سنحصل على هذا المجموع مئتاني واربعة وعشرون فاصلة سبعمائة وخمسة وخمسون إذن وسيكون هو الحد الثاني في عملية الطرح بمعنى حيث أن الف وخمسمائة وسبعة وربعين فاصلة تلاتة عشر ستكون هي الحد الأول في الطرح ثم ناقص هذا المجموع وهو مئتاني واربعة وعشرون فاصلة سبعمائة وخمسة وخمسون سأيضا الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري هنا ممكن أن نضيف صفرا لجزء الآلف وننجز عملية الطرح إذن نقول صفر ناقص خمسة لا يمكن إذن استلف العشرة وأرد السلف عشرة ناقص خمسة تساوي خمسة ثلاثة ناقص ستة لا يمكن استلف العشرة وأرد السلف ثلاثة عشر ناقص ستة تساوي سبعة واحد ناقص تمانية لا يمكن أيضا استلف العشرة وأرد السلف أحد عشر traقص تمانية تساوي ثلاثة سبعة ناقص خمسة تساوي اثنان أربعة ناقص اثنان تساوي اثنان 5 ناقص 2 تساوي 3 و 1 ناقص لا شيء تساوي 1 سنحصل على هذا الخارج 1322.375 كذلك نحرص دائما على وضع الفاصلة تحت الفاصلة والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات إلى غير ذلك ننتقل إلى العملية الثانية هي عملية خاصة بالجداء أو الضرب إذن لدينا 436.6 مضروبة في 53 تنسى نضع هكذا العملية 436.6 مضروبة في 53 ننجز العملية ونحرص دائما على وضع أيضا الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات إلى غير ذلك وننجز عملية الجمع لنتوصل إلى هذا الخارج نلاحظ على أننا فقط رقم واحد بعد الفاصلة نحسب فقط رقم واحد بعد الفاصلة ونضع الفاصلة هنا ونحصل على هذا المجموع 23139.8 نمر إلى عملية ضرب الأعداد الكسرية وطرح الأعداد الكسرية كذلك إذن كما نلاحظ هنا فعملية ضرب لا نحتاج إلى توحيد المقامات عكس الأمر في الطرح وفي الجمع نحتاج إلى توحيد المقامات إذن هنا سننجز أولا عملية الضرب إذن سبعة نضرب البسط في البسط والمقام في المقام إذن سبعة في اثنان سبعة في اثنان كما كاللحظة هنا تساوي أربعة عشر على ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تساوي تسعة إذن هذا الحد الأول فالقنا هو أربعة عشر على تسعة ثم هنا عندنا المقامات موحدة سنقوم فقط بالجمع إذن ثلاثة زائد واحد تساوي أربعة وتسعة المقام يبقى هو هو إذن تساوي أربعة على تسعة لذلك ستكون عندنا هذه العملية هي 14 على 9 ناقص 4 على 9 فهي تسوي 10 على 9 ثم نمر إلى عملية القسمة في عملية القسمة لدينا قسمة عدد 10 على عدد 10 967.51 مقسمة على 3.1 إذن هنا للتخلص من الفاصلة في المقسم لدينا رقمان بعد الفاصلة لذلك نضرب في 100 فنحصل على هذا العدد 96751 ثم في المقسم عليه عندنا رقم 1 فقط بعد الفاصلة نضرب في عشرة أو عفوا نضرب أيضا في 100 لأننا ضربنا المقسم عليه في 100 فنحصل على 310 وننجز العملية إذن المقسم عليه يتكون من 3 أرقام نأخذ كذلك من المقسم ثلاثة أرقام إذن 967 كم فيها من 310 فيها ثلاثة ننجز عملية الضرب ثلاثة في صفر صفر ثلاثة في واحد ثلاثة وثلاثة في ثلاثة تسعة ثم ننجز عملية الطرح إذن 7 ناقص صفر سبعة ستة ناقص ثلاثة تلاثة تسعة ناقص ثلاثة صفر ننزل بخمسة إذن 375 كم فيها من 310 فيها واحد ننجز عملية الضرب إذن 310 نطرحها من 375 يتبقى لنا 65 ننزل بـ الواحد إذن 651 كم فيها من 310 فيها اثنان إذن نقوم بعملية الضرب نحصل على 620 نطرح 1 ناقص صفر واحد خمسة ناقص اثنان ثلاثة ستة ناقص ستة صفر نضيف الفاصلة ونضيف الصفر هنا للمقصوم إذن 310 كم فيها من 310 فيها واحد إذن نضرب كذلك فنحصل على 310 وفي الأخير نجد الخارج هو صفر وتتوقف القسمة ليكون الخارج هو 312.1 نمر الآن إلى التمرين الموالي إذن نرتب الأعداد التالية ترتيبا تزايديا تزايديا أي من الأصغار إلى الأكبر إذن لدينا هذه الأعداد إذن هي فيها أعداد عشرية وأخرى أعداد كسرية إذن أول ما نقوم به هو قسمة الأعداد الكسرية إذن سنقسم 4 على 3 سنحصل على 1.33 ثم سنقسم 7 على 5 نحصل على 1.4 ونحاول ترتيب هذه الأرقام تزايديا أي من الأصغار إلى الأكبر باستعمال الرمز أصغر إذن كل هذه الأعداد جزءها الصحيح هو 1 نمر إلى مقارنة جزئها العشاري إذن نبدأ برقم الأعشر هنا لدينا 5 ثم هنا 5 لكن هنا 5 ورقم هو جزء المئات صفر هنا جزء المئات سنرتب من الأصغر إلى الأكبر إذن نبحث عن أصغر رقم إذن أصغر رقم من بين هذه الأرقام هو 1.05 إذن 1.05 ثم الرقم الذي يأتي بعده لدينا هنا 1.33 وهنا 1.4 إذن 1.33 فهي أصغر من 1.4 سنكتب العدد الكسري كما هو إذن 4 على ثلاثة ثم بعدها سبعة على خمسة حيث 1.4 أصغر من 1.55 وكذلك من 1.50 إذن 7 على خمسة أصغر من 1.50 أصغر من 1.55 أصغر من 1.55 إذن هكذا سنرتبها تزايدياً أصغر من 1.55 إذا ننتقل إلى التمرين الموالي لدينا مسألة هذه المسألة تقول قطعت شاحنة محملة ب 10 قنطار من البورتقال مسافة 60 كم بين سيدي سليمان والقنيطيرا في ظرف ساعة واحدة أحسب السرعة المتوسطة لهذه الشاحنة إذن المطلوب من أن نحسب السرعة المتوسطة والمعطيات عندنا المسافة وعندنا المدة إذن السرعة المتوسطة تؤثرها هذه القاعدة إذن لحسب السرعة المتوسطة دائماً نقسم المسافة على المدة إذن نقسم المسافة على المدة والمسافة عندنا هي 60 كم سنقسمها على ساعة واحدة على واحد ساعة لنتوصل إلى أن السرعة المتوسطة لهذه الشاحنة هي 60 كم في الساعة إذن هكذا نجيب إذن نقسم للبحث عن السرعة المتوسطة دائماً نقسم المدة نقسم المسافة على المدة ثم أحسب بالدقائق المدة التي إذن هنا مطلوب منها نحسب المدة المدة يعني تيب التي ستستغرقها هذه الشاحنة لقطع مسافة 35 كم بين سيد سليمان و سيد يحيق بنفس السرعة المتوسطة وهي 60 كم في الساعة إذن نحسب تيب المدة نقسم المسافة على السرعة المتوسطة هذه القاعدة المسافة المطلوبة هي 35 كم كما تلاحظون سنقسمها على السرعة المتوسطة هذه الشاحنة وهي 60 كم في الساعة وعند القسمة نختزل بالكيلومتر هنا ونختزل بالكيلومتر هنا ونحصل على 0.58 ساعة إذن هذه المدة التي ستستغرقها 0.58 دقيقة المطلوب بالدقائق نضرب في 60 وعند ضربها في 60 سنحصل على 35 دقيقة إذن هذه هي المدة التي ستستغرقها هذه الشاحنة لقطع مسافة 35 كم بسرعة متوسطة وهي 60 كم في الساعة ننتقل إلى المجال الثاني مجال الهندسة إذن المطلوب أرسم زاوية قياسها 96 درجة إذن سننشئ أولا الضلع الضلع سنسميه نسميه أو بي نشئ أولا الضلع ثم نأخذ المين قلم ونحسبه 96 درجة إذن رأس الزاوية إذن نحسب 96 درجة إذن هنا 95 هنا تكون 96 درجة كما تلاحظون ثم ثم نصل أولا ننشئ الزاوية هكذا نوقف غير حد هنا إذن هذه الزاوية قياسها 96 درجة إذن ما طبيعة هذه الزاوية إذن هذه الزاوية محصورة بين 90 و 90 درجة والزاوية التي تكون محصورة بين 90 درجة و 180 درجة تسمى زاوية منفارجة إذن هذه الزاوية منفارجة ثم أرسم دائرة أول وقياس شعاعها 2 سنتيمتر إذن نأخذ بعد الشعاع 2 سنتيمتر نأخذ 2 سنتيمتر هكذا 2 سنتيمتر شعاعها نأخذ نفس القياس هكذا ننشئ وننشئ هذه الدائرة إذن هذه دائرة مركزها وشعاعها كما رأينا 2 سنتيمتر حافظنا على نفس الشعاع 2 سنتيمتر نمر إلى التمرين الثالث أرسم A إشارة B إشارة C إشارة ممثل الشكل C بالنسبة للمحوار D إذن نرسم هذه المثلة يمثل هذا الشكل إذن هنا نبدأ من هنا هنا لدينا شعال 4 مربعات نقوم بها 4 مربعات 4 مربعات ثم هنا 3 مربعات نقوم بها 4 مربعات ثم نصل النقطة الموالية لنحصل على ممثل الشكل هذا الشكل نسميه هنا A إشارة A إشارة C إشارة B إشارة هكذا ننتقل الآن إلى التمرين الموالي التمرين الموالي لدينا مسألة أيضا إذن لإعداد مكان للاعب الأطفال قررت بلدية سيدي سليمان ترصيف ساحة على شكل دائرة بمادة الرخان إذا علمت أن قطر الدائرة يساوي ثلاثون مترا إذن قطر الدائرة يساوي ثلاثون مترا أحسب مساحة هذه الساحة نعطي ثلاثة فاصلة أربعة عشر كقيمة مقربة لب إذن باش نحسب مساحة هذه الساحة نحصل أولا نبحث عن الشعاع دائرة الشعاع دائرة قطرها هو ثلاثين متر وشعاعها سيكون هو القطر مقسم على إثنان بمعنى إلا قسمنا إلا قسمنا إلا قسمنا هد سنقسم هذا القطر ثلاثين على إثنان لنحصل على الشعاع الذي سيكون هو خمسة عشر مترا وسنطبق قاعدة حساب مساحة القرص إذن مساحة القرص هي الشعاع في الشعاع في بي بمعنى خمسة عشر وهي الشعاع في خمسة عشر في ثلاثة فاصلة أربعة عشر سنحصل على سبعمائة وستة فاصلة خمسة متر مربع إذن هذه هي مساحة هذه الساحة وعندنا السؤال الموالي إذا كان ثمن المتر الواحد من الرخام هو 400 درهم وحسب بالدرهم ثمن شراء الرخام لازم لترصف هذه الساحة إذن كل متر مربع واحد كثوة 400 درهم نحن عدنا 706 متر مربع ونصف إذن سنضرب مساحة الساحة في ثمن المتر المربع الواحد من الرخام إذن 706 فاصلة خمسة سنضربها في 400 سنحصل على أن ثمن شراء الرخام اللازم لترصف هذه الساحة وهو 282 ألف و 600 درهم إذن هذا هو الثمن ننتقل إلى التمرين الموالي وحول إلى الوحدة المطلوبة إذن لدينا نبدأ من هنا بالكتل 310 كيلو جرام زائد 0.6 طون زائد 1900 هكتو جرام إذن سنحتاج إلى هذا الجدول جدول قياس الكتل إذن 310 كيلو جرام سندونها في جدول تحويل 013 ثم 0.6 طون إذن سنكتب 0 في خانة الطون و بعد العدد الذي بعد الفاصلة سنكتبه على اليمين ثم 1900 هكتو جرام سنبدأ من الهكتو جرام كما تلاحظون 0091 سنضيف الأصفار وننجز عملية الجمع إذن 0 10 10 أحتفظ بالواحد 4 زائد 16 زائد 1 11 أضع الواحد وأحتفظ بالواحد إذن 1 زائد 0 تساوي 1 إذن المطلوب أن نحولها إلى القنطار سنذهب إلى خانة القنطار ونضع الفاصلة إذن كما تلاحظون فهي تساوي 11 قنطار وندونها هنا ثم لدينا 0.0475 كم مربع زائد 1325 ديكامتر مربع إذن هنا سنحتاج لجدول تحويل وحدات قياس المساحات هذا هو الجدول سندون 0 كم مربع سندونها هنا في خانة الصفر كم مربع إذن سندون الصفر في خانة كم مربع ثم الرقم الذي بعد الفاصلة نكتبه على اليمين ثم 1325 ديكامتر مربع أيضا نبدأ من خانة ديكامتر وندون هذا القياس إذن المطلوب أن نحول إلى الهكتار إذن سنقوم بعملية الجمع خمسة زائد خمسة تساوي الصفر ثمانية زائد اثنان صفر نحتفظ بالواحد خمسة زائد ثلاثة تمانية سفر زائد واحد واحد ثم نحول إلى الهكتار سنضع الفاصلة هنا في خانة الهكتار إذن كما تلاحظون فهي تساوي ثمانة عشرة هكتارا ثم لدينا 12.5 ديكامتر زائد خمسة وسبعون سنتيمتر إذن هنا سنحتاج لجدول وحدات قياس الأطوال وهذا سندون 12.5 ديكامتر إذن هنا 12 سندونها هنا والعدد الذي بعد الفاصلة سنضعه على يمين ديكامتر ثم 75 سنتيمتر خمسة سبعة نضيف الأصفار وننجز عمليات الجمع إذن خمسة سبعة خمسة اثنان واحد إذن المطلوب أن نحول إلى المتر نذهب إلى المتر ونضع الفاصلة إذن هنا سنضعها إذن تساوي مئة وخمسة وعشرون مترا فاصلة خمسة وسبعون ثم أخيرا لدينا 0.5 متر مكعب زائد 1500 سنتيليتر إذن هنا سنحتاج لجدول وحدات قياس الحجوم والسعة إذن لدينا 0.5 متر إذن المتر هو هذا ندون الصفر هنا والخمسة على اليمين ثم 1500 سنتيليتر هذه السنتيليتر هي 0.051 نكمل بالصفار وننجز عمليات الجمع 5.1.5 0.5 متر إذن سنحويل إلى الدسامتر مكعب الآن الخانة الدسامتر هي هذه ونضع الفاصلة 515 دسامتر 515 دسامتر مكعب إذن ننتقل إلى التمرين الثاني هو أيضا مسألة إذن في منطقة سيديحيا جمع مربي نحل 200 لتر من العسل من عسل النحل لديه خزان على شكل أسطوان قائمة قطرها 0.5 متر وارتفاعها هو 1 متر أولا مطلوب أحسبوا ساعة الخزان بالليتر إذن لنحسب الساعة سنحسب مساحة هذه القاعدة ونضربها في الارتفاع هذه القاعدة قطرها هو 0.5 متر بمعنى أن نبحث عن الشوعة سنقسم هذا القطر على 2 سنقوم بأن الشوعة هو 0.25 متر إذن سنحسب مساحة القاعدة ونضربها في هذا الارتفاع لحساب ساعتها إذن قلنا من بعد ما حسبنا من بعد ما قسمنا القطر على 2 لنضربها على الشوعة الذي هو 0 غلقه 0.25 متر سنحسب مساحة القاعدة مساحة القاعدة قلنا القاعدة هي الشوعة في الشوعة 3.14 بمعنى 0.25 مضربها في 0.25 مضربها في 3.14 سنحصل على ساعة الخزان إذن ساعة الخزان هي 0.196 متر مربع أو مكعب هذا 0.196 متر مكعب المطلوب أن نحسبها بالليتر لذلك سنحولها إلى الليتر سنحصل على جدول القياس إذن سنحصل على المطلوب 0.196 متر إذن نحصل على الليتر سنحصل على 196 متر إذن هي تساوي 196 متر ثم سؤال هل يمكن لهذا المربي الاحتفاظ بكل كميات العسل في الخزان إذن سنحصل على أن هذا الخزان ساعة 196 متر ولكن هذا المربي لديه 202 متر لذلك هذا الخزان لا يكفيش لكي يحتفظ بهذه الكمية كاملة سنحصل على 1.4 متر إذن سنقول لا يمكن لهذا المربي الاحتفاظ بكل كمية العسل في الخزان لأن ساعة الخزان أصغر من كمية العسل ساعة الخزان غير 196 متر ولكن كمية العسل 200 متر إذن هكذا ننهي أسئلة هذا الامتحان موسيقى موسيقى